على هيئة إنسان يقتل أب أولاده الثلاثة شنقا في ميسان يحرق آخر والده وهو نائم برصش مادة حارقة على ملابسه يصعف الآب حظه بحياة جديدة حين سمع الجيران صوته ونقله للمستشفى حادثة ثالثة سجلتها بغداد حين استهدف شخص شقيقه بسلاح ناري بعد خلافات عائلية تنبعث رائحة الموت في بداية تقرير يوثق مأساة تغرق في دمائها العائلة العراقية وفي لحظات غضب آنية يتم التحضير للجريمة أما المكان فكل بيوت العراقيين مسرع أبوابها على موت بدون رحمة قطع وقتل وسلخ وحرق وجلد حتى الموت يموت طفل أو أب بفعل جرعة زائدة من المخدرات أو فقر وضيق حال صراخ ثكالة وأطفال وشباب العراق لا مستجيبة له بما تعلو الأصوات دوما بحديث عن حروب نفسية عاشها المجتمع العراقي قد جعلت من جريمة العنف نتيجة دموية في معظم البيوت يضرب الأمن المجتمعي ويهز وينهار بعد أن أصبح العنف الأسري في بلاد الرافدين عنوانا ينفر ويضع العائلة العراقية في مكان خطر لا يحبثه الدارسون للدول في معيار أمانها واستقرارها تدابير مكافحة العنف الأسري أصبحت أكثر إلحاحا في سياق جائحة كورونا وفي العراق تحذر حقوق الإنسان من تنامي الظاهرة الأخطر على المجتمع إذ أن ما يظهر للعلن من تفاصيل مؤلمة لا يصل الأرقام المخيفة من جرائم تقتل فيها النساء والأطفال نداء استغاثة عاجل يطالب به كل طفل أو امرأة قد لا يكملون أيامهم المقبلة على يد قاتل مجهول قد يعيش في أي بيت